اذا اردت بناء مستقبل بلد عليك ان تبدأ بتأسيس جيل قادر على التغيير وسلاح هذا الجيل هو العلم والتعليم وليس مواربة لما يحدث انما مكاشفة ومصارحة قاسية تلك التي تفضحها مدارس العراق من حرب على التربية والتعليم ولا ضير ان تكثر التساؤلات من يريد للتعليم في العراق ان يظل ميتا لا جسد له او روح لطالما ان الاطمع في بلاد الخيرات كثيرة ولطالما ان البلد لن يكون له مستقبل واضح المعالم الا بمدارسه وجامعاته فان الصورة الموجعة وتلك التي تؤكدها حقائق عن واقع التعليم في العراق مدارس بلا معلمين مدارس منطين مدارس بلا بنية تحتية وقد تكون اكثر خرابا من مدارس فلسطين تلك المحتلة اما العراق الذي ينعم اهله باستقلالية في علمه والتعليمه يخسر ابنائه حق التعليم الاساسي في وقت سابق من العام الحالي اكدت لجنة التربية والتعليم النيابية العراقية ان تسعين بالمئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق مزورة اذا يلفظ التعليم في مراحله الاساسية والجامعية انفاسه الاخيرة تقول اليونسيف ان عقودا من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى افضل نظام تعليمي في المنطقة واعاقت بشدة وصول الاطفال الى التعليم الجيد ناهيك عن انخفاض نمو نسبة المدرسين المؤهلين كارثة بالمعنى الحقيقي ان لم تعالجها حكومة البلاد لن تستطيع بناء مستقبلها السياسي او الاقتصادي